موسيقى كاملين معاكوا علشان نتكلم اكتر عن الكنسيبتاع العبستراكشن والذي ما عرفنا انه هو من اهم الاجزاء او من اهم الكونسيبت او المفاهيم اللي موجودة في الاو بي او البرمجة كائنات التواجه في لغوات البايثن او بشكل عام في لغوات البرمجة اللي بتدعم الاو بي هيبتدي ان احنا نشوف اجزامبل ممكن نقول انه هو شبه شوية الاجزامبل اللي فات اللي احنا اتعرفنا عليه في الجزء اللي فات عايز احسب الارية او المساحة بتاعة اشكال هندسية معينة ممكن نكون عملنا امثال قريب شوية او مشروع قريب شوية من الكلام ده في بروشيكت في حلقة قبل كده بس المرة عايزين نعمل ممكن نقول حاجة شبه شوية او تطبيق قريب ليه بس باستخدام الاو بي والمفاهيم الجديدة اللي احنا اتعلمناها زي توريس ونيرو وبالذات بمفهوم الابستركشن اللي احنا نتكلم عنه دلوقتي ابتديت في المقبل اعمل كلاس اسمه شيب وهو هيكون جواه حاجة كده اساسية عايزة استخدمها مع اي شيب انا ممكن اعمله بعد كده وده بسبب ان انا اي جسم او اي شكل هندسي انا عايزة عامله كلاس عايزة استخدم فيه مثود معينة المثود دي بمهمتها انها تجيب لي الاريا او المساحة بتاعت الشيب اللي انا عملت الكلاس بتاعته فعشان كده في الكلاس الكبيرة اللي هي البرانت اللي اسمها شيب ابتديت انها اعمل جواها مثود المثود دي اسمها اريا بمعنى ان انا عايزة استخدمها علشان احسب المساحة بتاعت الشكل هندسي وستبتها فاضية لان انا مش عايز احط فيها حاجة في المجمل لان انا كشيب كان هو اي شكل هندسي انا لسه مش عارف ايه هو الشكل الهندسي او ايه القانون بتوع اصلا عشان اقدر ان احساب القرية بتاعه انا بس عملته علشان يكون حاجة ثابتة او حاجة انا لازم استخدمها مع اي شكل هندسي تاني وهو كذلك انا فعلا اول ما اعملت كلاس ثانية خاصة بالريكتانجل ابتديت ان انا استخدم نفس المثل اللي هي بتاعت الاريا بس ده طبعا بعد ما انا قلت ان الكلس ده عشان اعمل له اي اوبجيكت تاني ان انا هقول عندي مستطيل او ركتانجل عايز اعمله او اجيب له الاريا بتاعته لازم اعرف حاجتين او ان انا ادخله حاجتين وهما الواتس والهيط التول والعرض فحطتهم في الانشاليز ماثود اللي هي الماثود الاسسائي اللي احنا بنعملها لو عايز اعرف مجموعة من الصفات او الاتريبيوتز للأبجيكت بتاني وبعد كده استخدمت عادي جدا الماثود اللي انا عملتها فوق والاسمها اريا فلازم تكون بنفس الاسم الابستراكت ماثود والماثود دي لو مش موجودة او حتى باسم تاني يعني بتعمل نفس مهمة انها بتجيب الاريا او المساحة بس الماثود ذات نفسها لها اسم تاني الكمبيوتر مش هيفهم ان هي دي المعمولة تبع الابستراكت ماثود فهيقول لي ان فيه مشكلة لان انا مش عامل الابستراكت ماثود في الكلاس ده او انها مش مستخدمها اصلا فعشان كده لازم تكون بنفس الاسم واستخدمتها ان انا فعلا حطيت جوه القانون بتاع حساب مساحة المستطيل انها قلت الواتس بتاع الابجيكت مضروب في الهايت او الطول بتاع الارتفاع بتاع الابجيكت ده جميل كلام ده كله بيوصف عن كلاس اسمه ريكتانجل او ان انا هعمل اوبجيكت عمتا او شاب بشكل ريكتانجل طيب افرد بقى ان انا بتكلم عن سيركل المرادي مش ريكتانجل عملت نفس الكلام ابتديت في الانشرايز ماثود دخلت لها الحاجات اللي انا محتاج تكون عندي او ان انا محتاج اوصفها او اخزانها كاتريبيوت لشاب ده او الجسم ده ما هو الريديس او نص الكتر وبعد كده عملت برضو نفس الماثود اللي انا عملتها قردي في البيرت وهي الارية وهي استخدمها علشان احسب مساحة الدايرة فده مثال قدرت انها استخدمها علشان افهم انا ليه ممكن اسيب ماثود اساسية اقدر لازم اصلا ان انا اعملها مع كل كلاس جديد علشان حاجة زي اللي قدامي دي انا عايز اي شكل هندسي هيكون موجود عندي لازم يكون في كلاس معينة وصفيتها ان هي بتحسب لي مساحة الشكل ده وحطيت برضو نفس الكلام جوه المسط بتاعة الارية عند السيركل ان هي القانون بتاع حساب مساحة الدايرة او السيركل كل الفوق ده كان عبارة عن الستري كلاسز بتوعي اللي انا عايزة استخدمهم اول واحد الشيب والشيب هنا انا ما استخدمتهاش زي في الاول فكرة ان انا عايز اخذن جواها اه بيانات مثلا مشتركة او او مشتركة لا انا استخدمتها علشان عندي ممكن نقول اكشنز مشتركة في اكشن لازم اقضوا مع كل شيب وهو حساب مساحة الدايرة او الارية بتاعة الشكل الهندسي اي ان يكون هو اي فده ممكن نقول ان هو مفهوم بيقابل الكنسبت اللي احنا كلمنا عنه في بداية الكلامنا على ال او بي او ليه ممكن ان انا اورس اصلا حاجة في الجزء بتاع الانهيرتنس او التوريس طيب تعالوا نشوف هنستخدم الكلام ده ازاي اصلا بوساطة ابتديت ان انا عام الابجيكت جديد سميته او اخصار للريكتانجل وقلت ان انا فعلا هستخدم الكلاس بتاع الريكتانجل ودخلت الحاجتين اللي هما اطلبين اللي هما الهيط والواتس وابتديت ان انا بعد ما عملت خلاص الابجيكت بتاعي استخدمت المسطل بتاعة الارية علشان اجيب مساحة المستطيل بتاعي نفس الكلام عملته تاني بس مع السيركل ولمرة دخلت لها حاجة واحدة لان السيركل بحتاج ان انا اعرف لها النص الكتر بتاعها وكده كده باقي الحاجات اللي في القانون بتبقى معروفة وهي الباي او عملية التعاربية اللي انا بعملها النص الكتر وهكذا استخدمت برضو المسطل بتاعة الارية زي ما عملت مع الريكتانجل علشان برضو اجيب مساحة الديم فتعالوا نعمل راند ونشوف مع بعض ايلا هيحصل هبتدي ادوس على الزرار بتاع الراند وهلاقي فعلا طلعلي الناتج بتاع مساحة المستطيل والناتج بتاع مساحة الدايرة قال لي ناتج ضرب المية في التلسمية اللي هم التول والعرض قال لي انه هو تلاتين الف وبعد كده ناتج حساب مساحة الدايرة النص الكترها سبعة قال لي ان مساحتها مية تلاتة وخمسين وستة وتمانين من مية وكمان هنلاحظ انه هو قريدي بشكل تلقائي يقزنها بشكل كداتا طيب ان هي فلوت مش انتجر علشان لان فيه كسر ظهر في الناتج بتاعي بالشكل ده نكون شوفنا مثال بسيط جدا بس هو مثال عملي جدا على مفهوم الابستركشن او فكرة ان انا ليه لازم او ممكن احتاج اصلا ان انا الزم اي حد او اي بروجرامر يستخدم اي ميسود جديدة بتورس من ميسود معينة ان هو يستخدم ميسود ثابتة لازم تكون موجودة علشان اعمل عملية انا عايزها تكون ثابتة في كل الكلاسز اللي جايين من البيرانت ده بكده نكون قدرنا ان احنا نتعرف على مفاهيم كتير جدا ليه علاقة بالاو بي او البرمجة كائنات التوجه المفاهيم دي نقدر ان احنا نستخدمها في تطبيقات كتير جدا قدام وانت كمبرمج في رحلتك كشخص بتتعلم او حتى رحلتك العملية فيما بعد كمبرمج هتلاقي ان انت بتستخدم كل المفاهيم دي في حاجات كتير جدا حواليك حتى لو جيت تشوف البرمج اللي انت بتستخدمها تشوف الكود بتاعها كان مكتوب ازاي هتلاقي فعلا ان المبرمجين كانوا بيستخدموا نفس الكونسبت او المفاهيم دي عشان تسهل عليهم البرمجة لو حاسيت ان انت مثلا مفاهيم الاو بي حاسيت ان فيه حاجة ممكن تكون فيها صعبة شوية او اخدت فيها وقت ان انت تتعلمها فقلت ان انا ممكن استغنى عنها ففي المقابل هتلاقي ان الموضوع ده بينعكس عليك لما بتيجي تبرمج البرنامج يعني انا لو عندي برنامج بيعمل وظيفة معينة اجردت ان انا برمجه مرة من غير او بي ومرة باو بي هلاقي ان الكود اللي اتعمل من غير او بي الكود بقى اكبر وكمان اسرع وعملية ان اوصل لحاجة فيه او ان انا عدل حاجة الموضوع بيبقى صعب جدا 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 انما الكود اللي اتعمل بالاو بي هلاقي ان هو بقى منظم اكتر بشكل احسن وكمان عملية التطوير بتاعته او الوقت اللي انا برمجته فيه الموضوع بقى اقل من الوقت اللي انا عملت من غير استخدام الاو بي تقدر ان انت كمان تطبع على كل المفاهيم اللي احنا تعلمناها وتقدر ان انت تستخدمها في تطبيقات تانية كتير فيما بعد وان شاء الله هشوفكم في الحلقة الجاية علشان نتعلم مع بعض اكتر واكتر عن البايسون وكمان نقدر نعمل بيه العاب ومشاريع ممتعة جدا سنناكو الحلقة الجاية مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة